فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قالوا أن قريشا أفضل العرب والعرب يتفاضلون العرب على فضلهم على غيرهم يتفاضلون أيضا فقريش أفضل القبائل وأن بني هاشم أفضل بطوني قريش قالوا أن قريشا أفضل العرب وأن بني هاشم أفضل قريش وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل بني هاشم فهو أفضل الخلق نفسا وأفضلهم نسبا نعم مراد بني هاشم البطن الذين منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقريش في الجملة هي أفضل القبائل قبيلة قريش أفضل القبائل وبني هاشم أفضل بطوني قريش ومنهم الرسول صلى الله عليه وسلم الذين بعث منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فبني هاشم أفضل من بني المطلب وبني عبد شمس وبني نوفل وهم أولاد عبد مناف أولاد عبد مناف أربعة عبد شمس ونوفل والمطلب وهاشم بن عبد مناف نعم قال وليس فضل العرب ثم قريش ثم بني هاشم لمجرد كون النبي صلى الله عليه وسلم منهم وإن كان هذا من الفضل بل هم في أنفسهم أفضل وبذلك يثبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أفضل نفسا ونسبا وإلا لزم الدور نعم فضل بني هاشم ليس لأن الرسول صلى الله عليه وسلم منهم فقط لكن كون الرسول منهم هذا من جملة فضائلهم وإلا فهم في الأصل لهم فضل على غيرهم لهم فضل على غيرهم إن ضاف إليه بل توجه كون النبي صلى الله عليه وسلم منهم وإلا لهم